طيب لماذا الحوار الوطني؟ السؤال الأول لماذا نبدأ بالحوار؟ الحوار كما هو معروف لحضراتكم هو سلوك إنساني حضاري سلوك ما بين الأفراد، ما بين الجماعات والأهم من ذلك بالنسبة لنا سلوك ما بين الدولة والحكومة والمواطنين عندما تكون هناك أزمة في شبكة العلاقات الداخلية ما بين الحكومة والدولة وما بين المواطنين تنشأ في الحقيقة أزمة تستوجب أن نعيد النظر مرة أخرى في الحوار وبالتالي فإن الدعوة إلى حوار وطني هذه دعوة فريدة لا يوجد في الحقيقة في العالم أي دولة حضارية ديمقراطية متقدمة تلجأ إلى الحوار الوطن لماذا؟ لأن هناك مؤسسات وهيئات هي التي تقوم بممارسة هذه العلاقة أن تصل وتتواصل ما بين الحكومة والدولة وما بين المواطنين من جهة أخرى عندما تتأزم العلاقة عندما لا تقوم الأجهزة بدورها هذه الأجهزة التي أشرت إليها أنه البرلمان ما بيكونش بيوصل حقيقة رأي الناس أن تكون الصحافة مش مستقلة ولا تعكس أراء الناس وتكون الأحزاب لا تتمتع بحرية كافية حتى تعكس أراء المواطنين وأن تكون النقابات وهكذا تحدث أزمة في العلاقة ما بين الدولة وبين المواطنين ويصبح الحوار إما الدولة بتتكلم طول الوقت والناس مش سمعاها أو الناس بتتكلم والحكومة والدولة مش سمعاها وهذا اللي حصل في أغلب الأحيان وبالتالي فالدعوة إلى الحوار الوطني ليست منحة من الحكومة والدولة للشعب هي بدعة بكل المقييس ويجب أن يعترف أصحاب ما يسمى بالحوار الوطني مع كل تقدرنا لنواياهم الحسنة بأن الدعوة للحوار الوطني هي إعلان حقيقي عن وجود أزمة أزمة في الاتصال ما بين الشعب وما بين الحكومة فنلجأ إلى مسألة الحوار في محاول ما لمعالجة أو تدارك هذه الأزمة لو كان لدينا برلمان يعمر ولدينا صحافة حرة مستقلة ولدينا أحزاب لها الحق في التحرك ولها فعالية في الشارع ونقابات ومجتمع مدني إلى آخره ما كانت هناك أي ضرورة لوجود مثل هذا الحوار الوطني طيب السؤال الآن لماذا الآن حوار وطني لماذا الآن لأنه توجد أزمة هذه الأزمة ليست سياسية فقط بمعنى أنه الكلام اللي قلناه وأشابنا إليه أنه أزمة فيه التواصل ما بين الحكومة والدولة وما بين الشعب الشعب يتكلم والحكومة لا تسمعه والحكومة والدولة بتتكلم والشعب لا ينصط لها والشعب إذا رفع صوته شوية عشان صوته يصل إلى الحكومة يتهم كما نعرف جميعا بكل التهم الممكنة وحتى بعضهم يعاقب أنه إزاي رفع صوته أمام الحكوم في كل الأحوال هناك أزمة ويجب أن يعترف ما يسمى بالحوار الوطني أن الحوار الوطني في حد ذاته هو تعبير عن وجود هذه الأزمة وفي هذه المرة ليست الأزمة السياسية فقط إحنا عندنا أزمة سياسية مرتبطة بأزمة اقتصادية ومالية ربما لم يسبق لمصر أن مرت بها وهذه الأزمة الاقتصادية المالية تنعكس اجتماعيا وتنعكس نفسيا وتنعكس على كل فئات المجتمع المصري وبالتالي إحنا لدينا في هذه المرة أزمة تكاد تكون شاملة تستوجب بالفعل اللجوء إلى ما يسمى بيئة الحوار الوطني طب إيه وظيفة الحوار الوطني ده إذا أحسننا النية هنقول أنه الحكومة بما أنه البرلمان والصحافة والأحزاب والمؤسسات الأخرى لا تقوم بوظيفتها في التواصل ما بين الشعب وبين الحكومة فأنها قررت أن تلجأ إلى الشعب مباشرة إذا أحسننا النية هنقول أنها محتاجة تسمع رأي الناس وتشركهم في حل هذه الأزمة الشاملة لكن هناك رأي آخر بيقول أنه الحكومة تلجأ الآن إلى ما يسمى بالحوار الوطني حتى تشغل الناس بعيدا عن الأزمة لن أقول إلهاءهم ولكن أقول أنه تشغلهم بشيء غير الأزمة إذا إذا أحسننا النية هنقول أن الحكومة محتاجة تسمع وتشارك الناس في حل هذه الأزمة الضخمة الشاملة والأراء الأخرى بتقول لا ده إشغال للمواطنين والناس والشعب بعيدا عن الأزمة طب فيه إيه تاني فيه بعد ثالث في بعد ثالث لم يعد سرا أنه بعض الدول الأجنبية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية تتعمد الهجوم على مصر من باب أنه الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر بعفية شوي وتنتقد علنا الوضع الديمقراطي وحريات وحقوق الإنسان في مصر فإحنا ندعو إلى حوار وطني يشارك فيه ألاف من السياسيين وحوالي ما شاء الله خمسة وستين حزب سياسي ولا توجد كما يدعي أصحاب ما يسمى بالحوار الوطني لا توجد خطوط حمراء ولا توجد موانع ولا توجد ما يمنع أن يناقش كل هؤلاء بشكل ديمقراطي ومن فتح كل القضايا وبالتالي الحوار الوطني يصبح في هذه الحالة رسالة للدول الأجنبية أمريكا ودول ميناء الغرب أنه لا الديمقراطية عندنا بخير ما فيش لا أزمة في الديمقراطية ولا في الحريات السياسية وهو إحنا عملنا حوار وطني عشان كل الناس تتكلم والأحزاب تشارك إلى آخر وبالتالي هذه هي الوظائف التلاتة لما يسمى بالحوار الوطني والآن إحنا سألنا لماذا الآن كان ممكن نعمله قبل كده كان ممكن نستنى عليه نعمله بعد كده لكن ضغوط الأزمة التي يجب أن نعترف بوجودها مسألة نشرك المواطنين أو نشاركهم أو نشغلهم بعيدا عن الأزمة وأن نرسل رسالة للولايات المتحدة والغرب أنه لا الديمقراطية مش بعافية ولا حاجة بالديمقراطية بألف خير عندنا ترجمة نانسي قنقر